انا كنت في اجازة طبعا زي ما حدرتكو الزميلة العزيزة اللي ابن عسل قمت يعني مكاني بالامس انما في وسط الاجازة انت بتتفرج على كذا حاجة وانا بالحقيقة يعني اتفرجت على اللحظة اللي الرئيس عم فتاح السيسي غضب فيها قوي وهو بتفرج على قرية وبيشاور بالماركر بتاعه بيقول بصوا ايه اللي حصل في الكام سنة اللي فاتوا والارض الزراعية والاخر انتو شفتوا جانب من الغضب بتاع الرئيس عم فتاح السيسي وهو مش غضبان اللي عشان غيره علينا على مصر خدوا بالكو انا كرجل في الاعلام هذه القضية نحن نتابعها بقالنا 30 سنة 40 سنة وهي ايه وهي ان بعد ما حصل تقطيع للاراضي مش هنخش بقى في التفاصيل دي كتير قوي حتة البناء على الارض الزراعية وخاصة في مناطق الدلتا ومناطق المتكدسة شوية دمر الرقعة الزراعية المصر دمرها تماما فلما تيجي انت في الخمس ست سنين اللي فاتوا تفتكر ان مفيش حكومة ومفيش حد حيدور ومفيش حد حيعمل وراك ووالى اخره فتزود وتدوس على الرابع وكمان اللي تضمر نضمر قده 10 مرات او ناخد اقتطاع انتو بتتكلموا على 10% من رقعة الزراعية اللي ها القديمة الطين لسود الطين الطين ده له قيمة الطين ده هو اساس الزراعة في مصر هو ده اللي بيزرعلك اكلك وشربك لما كل واحد يبني بيت على ايراتين ارض والايراتين خدوا بالكم ان ايرات الارض والايراتين ارض اللي انت بتبورهم عشان تبني عليهم بيت انت بتبوز الفدان اللي حواليهم وهم متعمدين يعملوا كده وفي ناس بتعمل هذا الكلام وكلام الرئيس ويسيبكم بقى من شوية البغبغانات والجعجع الناس اللي بتجعجع بره وبيهدم بيوت الغلبة والكلام الفاضي بتاع شلة المرتزقة انا ما بتدخل يعني بشوفه وبازع الاساس ان احنا بنعبرهم الراجل ده جماعة بيحاول يحافظ لك على كذا حاجة بيحاول يحافظ لك على ارض بيحاول يحافظ لك على حرم طرق بيحاول يبني لك طرق جديدة بيحاول يطور لك كذا وكلمة قالها رهيبة جدا قال لكم انتم بتكلم الارهاب اللي احنا بنوجهه ده كله وكلكم عايشين في ذلك الارهاب بصوا احنا عندنا ايه واحنا اللي بنضمر بلدنا بادينا واحنا اللي بنضمر بلدنا بادينا واحنا ممكن نبني وحنبني وحنبني للناس وحنجلكم هو بيقول كده ونبني وعدات سكنية وممكن نبني على الارض الزراعية حد طلق بيعلق وقاله ما هو قالك نحبني على الارض الزراعية يا فندم الحكومة لما تروح في حتة فيها زراعة وتاخد اتنين فدان هتبني لك عليهم عشرين عمار عمارات سكنية اربع تدوار وخمس تدوار عشان تستوعب العدد انما انت لما تاخد وتبني قطينجا ببعض وتعمل مش عارف مين وتعمل ايه وتدمر عليهم اتنين تلاتة ايرات بهذا الشكل وتقعد توسع هنا والبت اللي مش عارف تعمل ايه والودي اللي سافر في ليبيا وجاب ارشين يجي يدمر نص الفدان اللي حلتا بقول لاخده من الاصلاع الزراعي وده ياخد ايرات وده ياخد ايراتين دمرنا الرقعة الزراعية المصرية تماما تماما وبالتالي ده امر مرفوض وعلشان نيجي نرجع الارض دي نيجي تبقى ارض منتجة زراعية مرة اخرى انتو مش متخيلين مصر حتخش في ايه ولازم الكلام ده يقف ولازم اللي عمل الكلام ده يتعاقب وده بقى اللي انا واقف قدامه يعني انا معجب قوي ومستني بقى اتفرج على المسؤولين عن اللي حصل ده والكلام الفاضي ده لما يتجابوا رؤساء الوحدات المحلية اللي كانوا سكتين اللي ما كتبوش مخلفات اللي ما عملوش انذرات اللي ما مسجلوش عندهم ان في عندي مشاكل في الحتة الفلانية والحتة الفلانية الفساد اللي معشش في مناطق وقرى ونجوع ومناطق فاكرين ان محدش هيوصلها انت النهاردة حددك بقيب مكشوف الامر الصناعي جايبك بكل ده انت لو حركت الجرار بتاعك اتنين متر لقدام الصورة بتاعة الامر الصناعي هتجيبه وهو راكن الساعة ستة وهو راكن الساعة سبعة خلصت والعلم كله على فكرة كده العلم كله كده وانت قاعد الوقتي في بيتك ولو قررت ان انت تشوف والله اه شاقتك اه مش عارفت منورة ولا مش منورة وتخش على الامر الصناعي في اي حتة في جوجل هتجيب كل الكلام ده فمصر امتابعة وبشكل قوي 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 ايه رأيكم نشوف وزارة الاسكان هتتحرك ازاي في هذا الموضوع لان وزارة الاسكان وزير الاسكان وجه رؤساء المدن في الفترة اللي جاية دي قال لهم بصوا بقى علشان حتة التصالح ومش التصالح واللجان والكلام ده كله انتوا تقبلوا كل طلبات التصالح اللي داخل اي حد حيجي تقدم بطلب تصالح يقبلوه وسيبوا حتة البت في التصالح ده لللجان المختصة ولكن اسمحوا للمواطن ان تقدم بطلب التصالح بتاعه لو اراد مين معانا على الهاتف الأستاذ عمر خطاب متحدث باسم وزارة الاسكان أستاذ عمر ازاي حضرتك اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بك يا فندم احكولي على التطورات الخاصة بالطلبات والتصالح مع الدولة ماشي ازاي النهارده وزير الاسكان قال اقبلوا كل الطلبات بسرعة من الناس تاني فندم هو يعني دكتور عاصم الجزار وزير الاسكان وجه تعليمات الرؤساء لأجهزة انه طلب التصالح بيمر بمرحل المرحلة الاولى هو التقديم على التصالح ده طلب بيتقدم في جهاز المدينة مدينة الجديدة التابعة لهاية المجتمعات العربونية الجديدة اه وبعدين اه مهمة المرحلة المرحلة التانية هي البت في التصالح نفسه او في المخالفة نفسها او في قيمتها او او ده طبعا مختص بيه لجان مشكلة بالقانون التصالح اه فهو دكتور عاصر جزار وجه رؤساء الجزاء بتسهيل وتسهيل اجراءات قبول طلبات التصالح بالكامل تريعا عشان طبعا هم نتكلم في مدة زمنية خلاص هم اخر مدة لقبول طلبات التصالح تلسين تسعة تلسين ستمبر في الصهر اللي احنا فيه تمام فبالتالي هو تسهيل تسهيل عن سادة المواطنين اللي هم عندهم مخالفات ممكن تقبل تصالح او لا تقبل تصالح ايا كان يقدم طلب التصالح وجهاز المدينة بيبعثها للجنة المشكلة بالقانون وانتوى الله اللجنة هي المسؤولة عن البد في المخالفة وهل يجل تصالح فيها من عدمه وقيمة المخالفة كام وكام ذا فانت بتدلهم فرصة علشان يتحركهم ويتحركوا بسرعة هل ده فقط للمدن الجديدة ولا ايضا في الاحياء وفي وص العواصم المحافظات ولا في كل الناس اللي بتتقدم حضرتك هو يعني هيئة مجتمعات المرانية ويعني الخبر بيتكلم عن المدن الجديدة اللي هو ايه المدن الجديدة زي القاهرة الجديدة والعشر من رمضان والاكتوبر والسلوء لأمور هم نكلف حوالي يمكن 37 مدينة جديدة على مستوى هيئة المجتمعات المرانية الجديدة هو ده اللي معني بيكم الخبر اللي تراحض دكتور عمر خطاب المتحدث باسمه وزارة الاسكان باشكو عدك شكرا جزيلا على هذه المدنة خلاح نطلع فصل وحنرجع تاني حكمل مع حضراتكم هيعملوا ايه مع بتوع الوحدات المحلية في الفترة القادمة الحياة اليوم